المفوضية تقترب من انهاء طعون الانتخابات وصفافة جديدة تلح بالأفق لتشكيل الحكومات المحلية محملة المركز المسئولية كردستان تطالب بغداد بردع منفذيها جماعة اربيل والعصائب تدعو لاخراج القوات الامريكية ضحيتها مئة شهيدة مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في غزة واسقاط صاروخين يمنيين استهدفا سفينة نمك اهلا بكم اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان باب الطعون سيغلق بشكل نهائي في الساعة الثالثة من ظهر اليوم وقال عضو الفريق الاعلامية للمفوضية الحسن قبسة ان احالة الطعون الى الهيئة القضائية بالمفوضية سيكون اليوم مشيرا الى ان الاعلان عن نتائج الانتخابات يستغرق عشرة ايام ومن ثم المصادقة على نتائج الانتخابات الى ذلك اكدت المفوضية ان عدد الطعون المستلمة لليوم الثاني بلغت خمسة وثمانين طالا وقال الامين العام لمجلس المفوضين علي فيصل ان الطعون التي استلمت المفوضية خلال اليومين الماضيين توزعت بنسب متفاوتة بين المحافظات مشيرا الى ان محافظتي ذيقارا وكركوكا بلغ عدد الطعون فيها عشرة لكل محافظة والطعون المتبقية موزعة على المحافظات الاخرى يعتزم الاطار التنسيقي اطلاق تحالف عابر للمحافظات وفق خارطة عمله لتشكيل الحكومات المحلية عضو التحالف المكون من قوى منضوية داخل الاطار نسيم عبدالله قال ان هناك تحالفات غير متوقعة ستعلن في الفترة المقبلة كما ان هناك اطراف اخرى ستشترك لتشكيل مجالس المحافظات لافتا الى ان التحالف الذي يعمل الاطار على تشكيله لن يشمل القوى الشيعية وانما سيمتد الى القوى السياسية الاخرى اعلن محافظ كركوكا ركان الجبوري تشكيل كتلة عربية موحدة في مجلس المحافظة وتضم الكتلة الفائزين ركان سعيد الجبوري واحمد الحمداني ومحمد ابراهيم ورعد صالح وسلوى المفرجي وظاهر انور العاصي ممثلي التحالف العربي وتحالف القيادة وتحالف العروبة نثمن جهود كل ما نشارك في انجاح الاستحقاق الانتخابي للمكون من جماهير ومرشحين نعلن نحن الفائزون من القوائم العربية الثلاث التحالف العربي وتحالف القيادة وتحالف العروبة عن تشكيل كتلة موحدة باسم الكتلة العربية في مجلس محافظة لقوق للحفاظ على استحقاق ناخبينا وتحقيق التعايش السلمي بين جميع المخونات والله ولي التوفير كل حسب وزنه الانتخابي تخض الكتل السياسية غمار المفاوضات لترتيب وضعها في الحكومات المصغرة لا سيما في الوسط والجنوب طبيعة المفاوضات وحضوظ الكتل الفاتية نتابعها مع أحمد ليث بتحالفات جديدة ومختلفة ستمضي الأحزاب في تشكيل الحكومات المحلية أي بحسب أوزانها السياسية في المحافظات ومشروع التمسك بها مستقبلا يقول مراقبون خصوصا بعد نتائج الانتخابات المحلية التي تصدرت بها بعض الكتل فتية التأسيس نشهد بعصف سياسي جديد رح نشهد بمتغيرات سياسية كبيرة وجديدة ومن ثم إعادة تشكيلة هذه البنية السياسية بطريقة تختلف عن السابق الإطار التنسيقي عزم أمره على أن يفترق قبل الانتخابات ويلتأم بعد الانتخابات ولذلك أنه أصبحت لديه المقاعد الكبيرة الإطار التنسيقي تفرق بقوائم متعددة عند مشاركته في الانتخابات وبدأ الآن يتوحد في مشروعه السياسي للانطلاق بتشكيل مجالس المحافظات كل حسب استحقاقه من غير توتر في المواقف السياسية وتحديدا بمناطق الوسط والجنوب توجه العمل الإطار التنسيقي بأنه هو الذي يمثل بالسيطرة على المحافظات الوسط والجنوب خصوصا أنه هو يعتقد أن وجود محافظين حاليين من خارج الإطار التنسيقي ربما يشكلون عام الضغط في الانتخابات القادمة المناطق الغربية في محافظة الأنبار الصورة بدأت واضحة أن التقدم هو الذي يمتلك الأغلبية للمريحة لتشكيل الحكومة لكن الخلاف ربما سوف يبرز في محافظة كاركوك ومحافظة نينو المكونات السياسية الصديقة للإطار في تحالف إدارة الدولة المركزي السنة والكرد محتمل أن تذهب عملية تشكيل الحكومة المحلية في المحافظات التي حققوا بها تمثيلا متصدرا إلى التعقيد في تكوين اتفاقات سياسية عدى محافظة الأنبار التي حسم قرارها لحزب تقدم أحمد ليث بغداد قناة الرابعة معركة حابية الوطيس يخوضها المحافظون الفائزون للبقاء بمناصبهم في ظل تحذيرات من خرق التوقيتات الدستورية طبيعة هذه التحذيرات ومخاوف التجديد للمحافظين السابقين نتابعها مع فقار فاضل وفي خضم النفوذ الذي يحظى به المحافظون لا سيما في مدن وسط وجنوب العراق تبدأ المعركة على أشدها لتجديد الثقة ببعض المحافظين السابقين أو إزاحتهم في أول جلسة تعقدها مجالس المحافظات الجديدة وسط توقعات بأن ذلك سيؤخر توليف الحكومات المحلية لأكثر من شهرين اليوم سيكون الدعوة في أي محافظة من المحافظة اعتبار رئيس السلطة العليا في المحافظة إلى عقد جلسة المجلس المحافظة ومن ثم الذهاب إلى اختيار محافظة جديدة وهنا تنتهي صلاحية المحافظة السابق بعد عقد هذه الجلسة وإذا ما تم الاتفاق سياسيا على اختيار محافظة معينة سيكون العملية التنظيمة بإدارة النائب الأول للمحافظة وأما من الناحية القانونية فتم تتحذيرات من الوقوع بفخ الخروقات للتوقيتات الدستورية خاصة بقضايا الاتفاق على المحافظين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما وفقا لقانون مجالس المحافظات رجوع لقانون المحافظات غير منتظمة في إقليم المادة السابعة أولا المادة السابعة سابعا أيضا نصت على توقيتات هذه التوقيتات يجب احترامها من قبل المحافظين الذين حاليا يشغلون كحال حكومات تصريف أعمال يدعو بموجب هذه المادة المادة السابعة أولا يدعو المحافظة مجلس المحافظة خلال سبعة أيام للانعقاد لاختيار مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة بعد ذلك خلال 15 يوما يدعون مجلس المحافظة لاختيار حسب المادة السابعا سابعا خلال 30 يوما من انعقاد أول جلسة لمجلس المحافظة لاختيار المحافظة ومع ذلك يبقى تأليف مجالس المحافظات للحكومات المحلية خاضعا للتوافقات السياسية التي دائما ما تكون هي الفيصل بعيدا عن المدد الدستورية يقول مراقبون من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة اكد رئيس الوزراء محمد الشاع السودان مضي الحكومة بفصل ملف رواتب اقليم كردستان العراق السودان خلال استقباله ممثلين عن مدرسي ومعلمي الاقليم قال ان حكومته ليست بالضد من اي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في كردستان وضمان استمرارها واستقرارها مشيرا الى سعي الحكومة لتعديل الموازنة من اجل فصل ملف الرواتب عن اي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين بغداد واربيل اعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني على مقترح ربط رواتب موظفي الاقليم بالمركز خوشناو في تصريح للرابعة قال ان المقترح قد يدخل حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة كان هناك مطالب وقدمت مشاريع الى سيد رئيس مجلس الوزراء ومشكورا سيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وافقه على مطلب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي مع الكتلة الاخرى التي انضوت تحت هذا الطلب والسيد رئيس مجلس الوزراء كما اسلفت وافق على هذا الطلب لكن فيها اجراءات بعضها اجراءات التمويل المالي المشكلة ليست فقط هل تدفع من قبل الحكومة العراقية بآلية تحديد الحكومة الاتحادية وفق قانون الموازنة او وفق الدستور ام تدفع من قبل الاقليم وفق الدستور والقوانين النافذة المشكلة هي قضية التمويل وكما اسلفت ومشكلة هي قضية حصة الاقليم من الانفاق الفعلي المبلغ الذي يحدد لرواتب الموظفين لا يغطي حجم الرواتب الذي حدد حتى في جدول قوى العامل الموجود ملحقا في قانون الموازنة لذلك بدءا يجب ان ننفذ هذا المقترح الذي موجود الآن واعتقد انه سنعمل عليه في السنة القادمة هي قضية اخراج رواتب الموظفين من الانفاق الفعلي وادخال الى الانفاقات الحاكمة الى ذلك كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم عن الاتفاق مع الاتحاد الوطني لتشكيل وفد من الطرفين والذهاب الى بغداد كريم اشار الى ان الوفد سيعمل على حل ازمة رواتب الاقليم بالسرعة الممكنة اما العلاقة بين الاتحاد والبارتي هم متفقين على ان يكون الوفد لان الوفد الزائر الى بغداد هو مشكل من الاتحاد ومن الديمقراطي لاقناع بغداد او مطالبة بغداد بارسال حصة الموازنة في حالة ان لم ترسل بغداد حصة الموازنة سيكون ارسال قروض كما كان في السابق وهذه القروض هي حالة وقتية اي تعتبر مسكن ليعطاء بعض الرواتب الموظفي اقليم كردستان مادة 121 يعطي الصلاحية لحكومة الاقليم باستخدام الصلاحية التنفيذية والتشريعية والقضائية نحن لسنا محافظة يا استاذي يا اخوان نحن اقليم لدينا حكومة لدينا وزارة المالية في حالة اي ربط بين موظفي الاقليم مع بغداد واي ربط ومن بعدها يأتي ربط المشاريع الى بغداد في هذه الحالة لا يبقى اي هيبة لحكومة خليم كردستان اعلنت السفارة الاميركي لدى بغداد تقديم 73 مليون دولار لتمكين الحكومة العراقية من التعاون مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتحسين الخدمات وقالت السفيرة الينا رومانوسكي ان بلادها تدعم مهدف الحكومة العراقية المتمثلة بمساندة المشاركة المجتمعية والحكومة المحلية الفاعلة كما عدت رومانوسكي هذا الهدف اولوية اساسية ضمن الشراكة الاميركية العراقية هذا واعلن البنك المركزي الايراني البدأ بمشروع التصدير للعراق بعملة الريال الايرانية وقال محافظ المركزي الايراني محمد ريضا برزين ان المشروع الذي اطلق عليه الريال خارج الحدود كان قيد الدراسة منذ شهور وجاء بناء على طلب مقدم من قبل التجارة ولفت الى ان المشروع انطلق في مصرفين ويستتم تعميمه على باقي المصارف حالها كحال المحافظات الاخرى تتوجه صلاح الدين لاعتماد التعاملات الرقمية والابتعاد عن الروتين في المعاملات ودفع الرسوم تفاصيل هذا التوجيه وطبيعة الخدمات الالكترونية نتابعها مع محمد الربيعي بخطوات متسارعة تتوجه الحكومة الاتحادية لتفعيل اتمتة الاجراءات الادارية في مختلف المؤسسات الحكومية اجراء بدأ يلامس الواقع بعد افتتاح عدد من الدوائر الرسمية التي تعتمد بشكل كامل على التخديم والترويج عبر المنصات الرقمية خطوة يراها البعض مهمة لتخفيف زخم المراجعين وتقليل فجوة الفساد في الدوائر من جهة ومعاصرة التطور التكنولوجي الحاصل في دول العالم من جهة اخرى حكومة دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشعاء السوداني كان من اهم اهدافها وبرامجها هو التوجه نحو الحكومة الرشيدة وهذا يتطلب اليوم الاتجاه الى اتمتة الاجراءات الحكومية لدوائر الدولة بدأنا بالمركز الوطني للبيانات والمعلومات في الامان العامة لمجلس الوزراء ثم انتقل هذا المشروع الى جميع الوزارات باتمتة اجراءاتها وايضا الدخول في ارشفة والاحتفاظ بالبيانات المهمة لهذه الدوائر والمؤسسات التجربة الرقمية الحديثة في ترويج المعاملات عاشها العم كريم في دائرة الجوازات الالكترونية بمحافظة صلاح الدين وتحدث للربيعة عن اختلاف التعاملات الرقمية عن التعاملات الورقية السابقة والاجراءات الروتينية التي لطالما اثقلت المواطنين فيما اعلنت وزارة الداخلية عن نجاح التجربة التي قلصت وقت انجاز معاملات المواطنين الى دقائق معدودة والله اللي يروح للطبيب واللي يروح للدائرة نفس الشيء يروح للطبيب مرير ده يعالج ده يداوي واللي يجي للدائرة نفس الشيء الان في هاي الدائرة من دقيقة 50-60 دقيقة طلع الجواز وهي البصمة ما للجهاز الان انا اخذ الجواز بهذه الدقائق اقل من ساعة سابقا المواطن يقدم على الجواز يملى استمارة العرض حلش ياخذ من عنده فلوس المصرف ياخذ من عسه مباشر بعد ماكو يقدم عن طريق الترنية يلقى الحجز قدامه موجود يجي يقدم الاوراق مالته يدققوها يقدم استخبارات تتروج لمعاملة خلال ساعة ونص يستلم جواز وعلى الرغم من ان مراحل العمل الالكتروني ما زالت في بداياتها الا انها ستسهم في خلق مجتمع رقمي متكامل يستفيد فيه المواطنون من الخدمات الالكترونية ويسهم في زيادة شفافية العمل الحكومية محمد عادل الربيعي الرابع صلاح الدين اكثر من 490 مليون دولار يحققه النشاط التجاري بين العراق ومصر مراسلتنا في القاهرة شيدان عامر لخصت لنا طبيعة الاستثمار المشترك بين البلدين ضمن مبادرة التعاون في هذا التقرير طرابط عراقي مصري في المجال التجاري حيث اقتربت قيمة التجارة بين البلدين من تحقيق نصف مليار دولار لتسجل نحو 491.59% مليون دولار بنحو واحد في المئة من اجمال الصادرات المصرية للعالم الامر الذي قوبل بالترحيد الاستقرار المتواصل في العراق ان يؤدي هذا الى استقرار اقتصادي ايضا واقتصاد في التعامل الانساني واننا نستحق مليار دولار واكثر بكثير لان الاحتجارة البيانية العربية ما زالت ليست افضل في افضل احوالها لكن عاوز اقول برضو ان العرب هم اكبر مستثمارين في مصر ومصر من اكبر الدول العربية التي تتعاون استثماريا وتجاريا مع شقائي العرب اذا هو شيء عظيم وخطوات جيدة وصلنا اليها لكن اطمع لانني طموح بالطبع اطمع في ان مضاعف هذا في السنوات القادمة ان شاء الله عدسة الرابعة رصدت اراء الخبراء الاقتصاديين حول عملية التبادل التجاري وتأهيل المصانع العراقية المملكة للدولة والتعاون والاستثمار المشترك في اطار التكامل الصناعي لمبادرة التعاون مع مصر فيه اتفاقات وقعت في الفترة الاخيرة بين مصر والعراق اما يجي رئيس الوزراء مشاريع خاصة بالبنية التحتية وخاصة بالنفط وخاصة بعادة الاعمار مقابل للنفط كل ده خطوة اه نقول ان هي حجم الاستثمارات المصرية في العراق بلغ نحو مئتي مليون دولار بينما بلغ حجم الاستثمارات العراقية في مصر حوالي خمسمائة مليون دولار في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان الى زيادة حجم استثماراتهما ترابط استراتيجي بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية يزيد من فرص التناول التجاري بين مصر والعراق في المستقبل القريب شيدان عمر القاهرة الرابعة تيفي اعلنت هيئة نزاهة الاتحادية استرداد المدان الهارب احمد عبدالله كسارة من السلطات التركية الهيئة في بيان قالت ان المدعو احمد عبدالله كسار مدان بجريمة الاضرار العمدي بقرابة عشرين مليار دينار من المصرف الزراعي في الانبار مبينة انه اقترف الجريمة عندما كان يعمل موظفا في المصرف الزراعي فرع الفلوجة تتواصل اجراءة مكافحة الفساد مدان لكن يبقى الامتحان فيها تمكنت خلال الحكومة الماضية من تهريب ملايين الدولارات الى البنوك الامريكية والاوروبية احميد الجاف ايضا من نفس الوضع وغيرها وغيرها ومشرق عباس وغيرها وغيرها وهناك كثير من الحيتان الذين لم يشار الى اسماءهم يجب ان يشار الى كل الاسماء التي سرقت طروات العراق واداعها السجن وجلب الاموال التي هربوها في الخارج لذلك انا اعتقد هذه الخطوات خطوات جيدة نحن في الاعلام نشد من ازر النزاهة لملاحقة المفسدين وملاحقة السراك لرجاع اموال العراق واموال الشعب العراقي فيما يرى مراقبون اخرون ان احكام هيئة النزاهة لقبضتها على سراك المال العام وعدم الخضوع للتدخلات والضغوط السياسية فضلا عن مضي القضاء العراقي بازدار العقوبات الملائمة وهذه الجرائم سيمثل رادعان امام جميع المسؤولين مستقبلا للحفاظ على موارد الدولة نعم هذا تحذير كبير وخط شروع رائع جدا بانه البقية يجب ان تحذر من اي تعاملات اخرى او اي سرقات اخرى والكل سوف تحاسب على اقل تلاعب في المال العام هذا دليل على انه للنزاهة الان قيم وحدود بل اكو دعم حكومي ودعم من مجلس نواب انه النزاهة عندما تطرح الاسم خلص لا احد فوق القانون ورغم ما حققت هيئة النزاهة من استرداد للاموال المهربة خارج البلاد وملاحقات للمتورطين فيها تبقى بحاجة الى جهود اكبر تتماشى وحجم الاموال المنهوبة طيلة العقدين الماضيين مصطفى العلوش الرابعة بغداد وفي بغداد طلب مستثمرون معامل تعبئة غاز الطبخة باعادة النظر بحجم الضرائب المفروضة عليهم وتسعيرة استوانات الغاز ونشد المستثمرون الحكومة بالنظر بجدية في المعاوقات التي تقف عائقا امام تطوير قطاع الغاز الحيوية تجمعنا هو مستثمري معامل الغاز في الوسط والجنوب نعاني من موضوع الكلفة التشغيلية للمعمل او للاستوانة مثل ما نقول كلفة صعبة يعني تقريبا الكلفة 780 دينار للاستوانة كلفة تعبئة الاستوانة التشغيلية في حين احنا نستلم 400 دينار عدنا مظلومية كل التبيرة المظلومية مال الوكلاء مال الجوالين ضريبة علينا هذه الضريبة ادفع حالة علينا في 2019 2019 صدر علينا قانون الضريبة احنا ما عدنا مشكلة وهي الضريبة ندفع ضريبة بس الضريبة هسا علينا حاليا للضريبة ندفع ثلاثة ثلاث مرات اولا ضريبة السيارة 100 الف وضريبة المنتوج مع الغاز ناقل 350 وضريبة مهنة جاي ياخذون من يمنى 150 بالسنة هاي السنة الوحدة واما وزارة النفط تاخذ من يمنى ضريبة 50 الف على الهوية علينا فعلا ان ندعم هذا الموضوع ندعم هاي المصانع نوفر القنيناة للمواطن بالسعر المناسب قد يكون تنخفض المفروض لانه هي تعتمد كل فهم هذا الدعم الداخلي يخرج من سياقات السعر العالمي انت كل البلدان تدعم المنتج في الداخل للمواطن هي حصة المواطن بالنفط اللي نسمع بها احنا مدى نشوف لها تطبيق فهذا الموضوع بدأوا يطرحون سنقف علي سيارتين مفخختين استهدفتا مقر لقوات البشمرغة في بيرماما باربيل ووصفت حكومة الاقليم الهجوم بالخطيرة كما اشرت الى ان منفذي الهجوم بالاقليم يستلمون رواتبهم من بغداد فيما اتهمت المركز بانه غير قادر امامها دعت حركة عصائب اهل الحق الحكومة الى وضع جدول زمني لانسحاب تام للقوات الامريكية من العراق واستعادة سيادته العصائب في بيان دعت الى التعاون والتكاتف مع المطالب العادلة لعودة سيادة الكاملة للعراق كما اكدت على ان الحكومة وضعت جدولا زمني لانسحاب القوات الامريكية دون ان تبقى لهم قاعدة عسكرية في العراق ودون ان يحصل عسكري امريكي واحد على حصانة دبلوماسية تحميه من المحاسبة وفق القانون العراقي النافذ اعلنت وزارة الداخلية دخول خطة اعياد رأس السنة الميلادية حيز التنفيذ المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري اكد اكمال كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين الاحتفالات مبينا ان الخطة دخلت حيز التنفيذ بشكل جزئي وتمت مباشرة توزيع كافة القطاعات الامنية المسؤولة لمهامها على ان تستكمل الخطة بكافة تفاصيلها ابتداء من يوم غد دعت خلية الاعلام الامني للاحتفال باعياد الميلاد بطريقة حضارية والابتعاد عن اي فعاليات غير قانونية الخلية في بيان مقتضب طلبت المواطنين بكافة محافظات البلاد بضرورة الابتعاد عن كافة الفعاليات غير قانونية والتي قد تؤدي الى ايذاء الاشخاص خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية مساء الغد هذا اكدت مديرية المرور العامة عدم وجود قطعات للشوارع خلال احتفالية رأس السنة الميلادية وقال العميد زياد القيسي مدير العلاقات والاعلام للمرور العامة ان تواجد الدوريات في المناطق الترفيهية والتجارية والمطاعم سيتم تكثيفه بصورة كبيرة مع اقتراب احتفال رأس السنة بالاضافة الى عدم قطع اي طريق في العاصمة بغداد ليتسنى للمواطنين التنقل بين المناطق باريحية تامة الى عنوين النشرة المفوضية تقترب من انهاء طعون الانتخابات واستفافات جديدة تلوح بالافق لتشكيل الحكومات المحلية محملة المركز المسئولية كردستان تطالب بغداد بردع منفذ هجمات اربيل والعصائب تدعو لاخراج القوات الاملكية موسيقى ضحيتها مئة شهيد مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في غزة واسقاط صاروخين يمنيين استهدف سفينة امريكية موسيقى كانت هذه المتصف من الرابع للمزيد من الاخبار ارزونا على موقع القناة الرابع شكرا لكم الى اللقاء اشتركوا في القناة